النظام البيئي المتوازن ما الذي حدث لبركة الماء التي كانت هنا؟ لقد أصابها الجفاف نتيجة تأخر سقوط الأمطار هذا العام، فاختل توازن النظام البيئي كما ترى. لقد قرأت في إحدى الدوريات العلمية أن النظام البيئي هو كل مساحة من الطبيعة تحتوي على مخلوقات حية ومواد غير حية تتفاعل معاً وما ينتج عن هذا التفاعل. وإذا كانت هذه المكونات متوازنة، كان النظام البيئي متوازناً. ولكن كيف لهذه البركة الصغيرة أن تكون نظاماً بيئياً متوازناً؟ إن هذه البركة تضم مخلوقات حية كالتحالب والضفادع والنباتات. بالإضافة إلى المواد غير الحية كالصخور والماء. ولهذا فهي تكون نظاماً بيئياً متوازناً. إذن، فالبركة والنهر والبحر والمزرعة حتى تلك الكومة من أوراق النبات تمثل نظاماً بيئياً متوازناً؟ هذا صحيح. ولكن كيف يحدث الخلل في النظام البيئي؟ قد يحدث اختلال في النظام البيئي نتيجة تغير مكون من مكوناته. بسبب تغير الظروف الطبيعية أو بسبب تدخل الإنسان. إذن، فما حدث للبركة من جفاف ناتج عن تغير الظروف الطبيعية؟ نعم، فعندما يحدث جفاف لإحدى البركة، كما حدث لهذه البركة، تموت المخلوقات الحية المائية مثل الأسماك. لكن هناك مخلوقات أخرى لا تموت، بل يمكنها أن تبحث عن مأوى غيره مثل الضفاضع. بينما هناك مخلوقات أخرى تجد من جفاف البركة مكاناً مناسباً لمعيشتها وتكاثرها، مثل ديدان الأرض والفئران. ويعد جفاف نهر الرياض الذي يقع جنوب الرياض ناتجاً عن تغير الظروف الطبيعية أيضاً. وقد يتدخل الإنسان في تغيير كمية مكون من مكونات النظام البيئي، ويمكن أن يؤدي هذا التدخل إلى اختلال النظام البيئي أيضاً. مثل تدمير الإنسان لبعض الغابات والغطاء النباتي بهدف استخدامها في الصناعة، فهذا التدمير يؤدي إلى انجراف التربة ونقص الأكسوجين وزيادة ثاني أكسيد الكربون. أتمنى أن تسقط الأمطار قريباً حتى لا تختل أنظمة بيئية أخرى. أتمنى ذلك، والآن عليك أن تلخص ما تعلمناه اليوم. يمكننا تلخيص ما تعلمناه فيما يلي. النظام البيئي هو كل مساحة من الطبيعة تحتوي على مخلوقات حية ومواد غير حية تتفاعل معاً وما ينتج عن هذا التفاعل. يحدث اختلال نظام البيئي نتيجة تغير مكوناً من مكونات النظام البيئي بسبب تغير الظروف الطبيعية أو بسبب التدخل الإنسان.